ننتظر في كل حوار أيام قليلة تفصلنا عن تنفيذ اتفاق تبادل المعتقلين بين الحكومة الشرعية والميليشيا يأتي هذا التقدم بدخول المشاورات السياسية في الكويت شهرها الثاني حيث يجري الحديث عن إحراز تقدم في ملفي تسليم السلاح وتبادل المعتقلين الذي سينفذ مطلع الشهر القادم لكن الطرفين يختلفان فيما يبدو على عدد المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم وبينما تشير مصادر قريبة من موثلية الميليشيا إنه سيتم مبادلة ألف سجين قالت مصادر في الحكومة إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف معتقل وتأخذ الترتيبات طريقة تقديم قوائم بأسماء المعتقلين إلى وسطاء من الصليب الأحمر خلال يومين على أن تشكل بعدها لجان محلية تتولى تسليم عمليات التبادل إن استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم رافق الحديث عن التقدم الطفيف في الملف السياسي حديث آخر حول اقتراح هيئة إنقاذ اقتصادي أيضا أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي حذر من أن استمرار التدهور الاقتصادي قد يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار وهو ما سينعكس على الوضع الإنساني والاجتماعي لكن وزير الخارجي المخلافي قال إن الحكومة حريصة على إنقاذ الاقتصاد من الكارثة التي تسببت بها الميليشيا من خلال إجراءات ترفع يد الميليشيا وليس إلى شرعنة تدخلها في الشأن الاقتصادي وبدأ الاحتياطي النقدي بالتلاشي من النقد الأجنبي الذي كان يبلغ نحو أربعة مليارات دولار قبل الحرب حيث تتهم الحكومة الجماعة الإنقلابية الذي تسيطر على العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة بنهب الأموال ما تسبب بتفاقم الأوضاع ونذير أزمة اقتصادية حارقة الأمم المتحدة التي طلقت تحذيرات منذ وقت مبكر بشأن التدهور المتلاحق تجدد من وقت إلى آخر نداءاتها إذ تؤكد إن معظم اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية ونصفهم تقريبا على شفى المجاعة يأتي كل ذلك في ظل الحديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار منذ الشهر الماضي لإعطاء فرصة لمحادثات السلام في الكويت بينما تواصل الميليشيا حربها على الأرض مرتكبة مئات الخروقات بشكل متكرر